حابب بس اعرض سريعا على الزيارة اللي حصلت النهاردة للصعدي النهاردة كانت انباء لسه لحد ما دخلت الحلقة انا ما كانش فيه اي صور ولا فيديوهات يعني ما عرفش بقى وصل ما وصلش لسه في السكة يعني لحد ما انا دخلت الحلقة ما كانش فيه اي اي جديد يعني طيب هو كانت هناك تسريبات عدة ان محمد بن سلمان وكانت التسريبات دي لها شواهد رفض لقاء استيسى اكتر من مرة تمام طيب ايه اللي حصل بقى يخلى الموضوع حصل انبقى انا عرفت انه هيحصل حاجة النهاردة ايه استاذ احمد موسى طيب الله صراه وربنا يباشبش الطوبة اللي تحت رجله الساعة مش عارف كامل الفجر كده الواحد بياخد بس بريك قبل صلاة الفجر كده عادت ابص في الفيس لقيت احمد موسى منزل ايه والعلاقات بالمصر والسعودية ستجدونها فيه احسن حقولت بس بقى فيه بكرة ايه فيه بكرة بليكة كده هتحصل فعلي صعيد الصبح على زيارة المعنى طيب هو باختصار ودي طبعا رؤية تحليلية ما عنديش اي معلومات فيها لو عندي معلومة انا بقولك المعلومة كذا دي رؤية تحليلية باختصار هي زيارة التسليم بغض النظر عنك تربطها بالاعلام بتاع الاهرام اللي اتكلمنا عليه من شوية وانه منع الانقلاب وفرمالة م بي اس اللي هو محمد بن سلمان ده الرمز بتاعه يعني انه محمد بن سلمان كان دايس وتم فرمالته كان هيعمل انقلاب وتوقف وحاجات زي كده بغض النظر عن الربط ما بين ده وده يعني وده ممكن نسجي خيال مش اكتر لكن هي زيارة التسليم مؤكد بغض النظر طبعا انه هو السيسي اللي راح محمد بن سلمان ما يجيش طبعا طبعا لانه الان يذهب السيسي لتسليم قيادة المنطقة لمحمد بن سلمان ده فيه جزء سياسي وجزء اقتصادي الجزء الاقتصادي حاند بن سلمان وقف تمامه تصريحات وزير المالية بتاعته واضحة قالك احنا مش هندي فلوس تاني بالشكل ده احنا مشترطين اصلاحات والكلام كان موجه لمصر وبعدها حصلت الحرب الكلامية اللي طلع رئيس الحرارة الجمهورية وطلع الجماعة السعودين والقصة معروفة للكل وقفت الفلوس الرز السعودي وقف تماما الرز السعودي سيستأنف بناءا على مواقف سياسي الاقتصاد والسياسة يعني وجهان لعملة واحدة الملك والكتابة يعني بتوع الجنيه الملك والكتابة بتحقب وش اقتصاد وش السياسة فالسياسة تحتم ملفات شائكة كتيرة جدا تسليم ترانو صنافير فتسمعونا خلال ايام ماشي الخضوع الكامل للقيادة السعودية للمنطقة طبعا ليس هناك مانع عند محمد بن سلمان وغيرهم انه يسيبوا العيال اللي جواه في بسموها ايه في الشأن الداخلي العيال بتوع اليوتيوب واللي جالكترانية يوصفوا ان احنا جمدين جدا واحنا تمام ومفيش اي حاجة ويوصفوا السيسي على انه اسد العرين لكن الحقيقة انه ذاهب اليوم منباطحا مسلما قيادة المنطقة وعلى على بوزو جزمة زي ما بيقولوا كده ليه محمد بن سلمان وما سيترتب عليه بعد ذلك من علاقات مع الملف الاماراتي لانه انتو عارفين ان العلاقة وصلة بين الامارات السعودية لمساحة يعني مش مش لطيفة ففكرة ان السيسي يلعب على الحبلين دي مش هتاكل مع حد انه يبقى عنده علاقات مع الامارات مش هتاكل مع حد فهنشوف تدعيات هذه الزيارة خلال ايام لكنها الحقيقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى انا اسميها زيارة استسلام